اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما عندك تقنية HDR فبرافو عليكم شركة سوني الشيء الوحيد ان انا ممكن انقض عليه من ناحية الشاشة ان هي تستخدم تقنية LCD وتعليم الوينز دي سلي من ناحية البروفيل من شركة سوني كان ممكن ان اضعوا لك البروفي انجين شفناها من قبل على تلفونات شركة سوني وكان يدرون ان اضعوا لك على امولاد بانل مثل ما قلت لكم راح يكون فل اجدي لما تحتاج ان تكون 4K بس ابعاد الشاشة مقارنة بحجم التلفون راح تلاحظ ان الشاشة ممكن من تحت وايد كبار وعندك حتى الحواف الثانية الموجودة على الاطراف هم حجمهم وايد كبير انا ممكن اتفهم البازل العريض الموجود من تحت ومن فوق علشان يعطونك سماعات استيريو سبيكرز ومن افضل السماعات الى صراحة ان سمعتها وهم يعطونك الافكت ما بوم ساوند لانه هم استيريو وموزعين بشكل صحيح فوق وتحت وصيرين بالواي فا تقدر ان تكون اميرس بنفس الوقت لم يتي انت تسمع الصوت بس لاحين ممكن الحواف كانت تكون اقل من شذي وتعطيك سوني تليفون اصغر من الموجود بيدية الحين نوعما هذا واحد من اكبر التليفونات الموجودة بالسوق اذا مو اكبر واحد اكبر حتى من الايفون 7 بلس بحجم شاشة خمسة ونصبوصة فممكن يشوف انه شي يتعدل بصدار الياه من شركة سوني تليفون راح يكون عليه اخر معالج من شركة كواو كام سناب دراجون 835 مع اربع جيجا بايت ذاكرة عشوائية و اربع وستين جيجا بايت ذاكرة وعندك دادكاته سلوت مايكرو اس دي يعني تقدر تسوي لك تضيف ذاكرة خارجية عشان تحط لك ذاكرة زيادة للأربع وستين الموجودة على التليفون وما تكافيك وفي عندك شريحتين فتقدر انت تركب اصلا شريحتين زائد مامري كارد وهذه شغلة حلوة الهايبرد عادة ان تحط شريحتين او شريحة مع مامري كارد هنا تقدر تركب شريحتين مع مامري كارد بنفس الوقت امورك راح تكون سليمة و 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية ممكن تقول ان سوني تأخرت على لعبة 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بس لو تلاحظ كل التليفونات اللي انزلت هذه السنة انزلت عليها 4 جيجا بايت قالت كلام من سامسونج غالاكسي اس 8 LG G6 و HTC فهذا بحد ذاتي ساعد سوني انها تقدر تسوي نوع من الديفنس ان انا ما تأخرت العموم اللي حنقيا يحطليها 4 جيجا بس هدا التليفون جدا سلس اندرويد 7.1.1 نوقت على من شركة سوني الى الحين اوه من نوادر انك انت تحصل من شركة يكون جوجل لونجر مستسحب انت على جن يطلع لك جوجل ناو كاردس وهذا شي جدا ممتاز وان احيي شركة سوني عليه انه ما قدروا يخلون النظام التشغيل يكون جدا مجرد ما يكون عليه وائد اضافيات وخلي التجربة مالتها تكون وائد وائد سريسة وعندك انت حتى الاداء مال التليفون عامة لما تيتها بيتجرب التليفون تلاحظ ان التوتش سريع وتلاحظ انه يستوعب التابس بشكل ملحوظ وهذا شي بحد ذاته يعطيك تجربة جدا ممتازة ومرة ثانا ما راح تحس ان انت عندك شاشة فولة جدي لما تيطالع لترالي مونس ديسبلي مع موديل موجود انت عندك ورد بالعدادات راح يساعد انه يخلي لك التجربة والتليفون والايقونات وكلها راح تصير بوب لما يتيت استعملها فتحس ان جودة الشاشة وائد اعلى من هي وضعية عليك البطارية هنا راح تكون 3230 ميلي امبير راح تعطيك تقريبا اربع ساعات من سكرين وتعطيك ستاند باي تايم الطبيعي عادة راح تحتاج انك انت تشحن التليفون تالي الليل وهن عندك انت كوك تشارج 3.0 راح يكون موجودهم داخل العلبة عشان تشحن تليفونك بشكل سريع فاداء البطارية ككل راح يعطيك نفس الاداء الموجودة على الكمبيتاترز من السوق تحسب حساب انك انت هنا عندك فول اج دي فا مقاعد يستهلك كوائد من البطارية ممكن ان انك انت اذا استعملت التليفون بطريقة محافظة يعطيك اداء اكثر من ناحية البطارية بس ككل لما انت تضغط على التليفون ممكن يعطيك ثلاث ساعات ونص الى اربع ساعات من السكرين اون تايم على سوني اكس بيري اكزي بريميوم الكامير تاني اللي موجودين على التليفون تغير وعندنا كاميرا خلفية 19 ميجا بيكسل مع فتحة ابيتر 2.0 والسوني سنسور اليدي اللي اتكلمت عنه بشيك وائد مكثف وعندهم شغلة اسمها موشن اي بما معناه انه لما تيتم تلتقط انت صورة التليفون رح يلتقط لك كذا صورة قبل الصورة اللي انت تحتاجها عشان تصيد اللحظة اللي انت تبيها ويصيد لك هم بعد كم لقطة عقب ما تلتقط انت صورتك فذيك الساعة اللحظة اللي انت كنت تحتاجة انك تلتقطها متأكد انها راح تكون موجودة شفنا شي شبيه منها حك شركات ثانية بس اتقنوها شركة سوني مع المعالج والسنسر الموجوده لي من ناحية البصريات اكيد من شركة سوني عندنا 5 اكسس ماراثان ستيبلايزر علشان يساعد من ناحية منع الاهتزاز الكاميرا الموجودة من الخلف رح تعطيك بصريات جودة جدا عالية من ناحية التصوير هاي دينامي كرينج موجود وعندك لما تسوي زوم حتى على البيكسرات تلاحظ ان الشارب نسليح النوعه موجود فتشبع بالالوان موجود الهاي دينامي كرينج موجود بالاضاءة المنخفضة انه معا ما نويزيكون عالي وهذا بسببت الابرتشار عندنا هنا 2.0 كانت سوني ممكن تحط لنا 1.8 او 1.7 عشان تساعد من ناحية الاضاءة المنخفضة بس لاحين اذا انت كنت تحتاج صور يكون فيها شادو دب في فيلد سوني عطتك تليفون في امكاني ان الكاميرا تعطيك هذه الحركات غير ان انت بالاضاءة المنخفضة اذا سويت بالبرو مود ترفع الايزو شوي انت رح تلتقط صور ممتازة فكاميرا سوني ككل تلمت عنها شركة سوني بشكل مكثفية من ناحية تصوير الفيديو انت ساس عرفت انه هو يصور 4K اصبح شي عادي عندنا هنا المقدرة انك انت تقدر تصور 960 ايطار بالثانية عشان يعطيك سلو موشن يكون جدا اميرس وهذا شي جدا ممتاز انك انت لما تلتقط فيديو تقدر تحول على السلو موشن وتلتقط لحظة معينة تطول معاك بشكل اكثر لانه يقعد تصور لك 960 ايطار بالثانية وهذا يديد على الشركات اللي حما شفنا ولكن شركة ثانية يطبق التقنية هذه موجودة على توني اكس بيри اكس بي بريميوم المعتاد طبعا راح يكون هنا عندنا لدينا سنجل ال اي دي تون فلاش عندنا ليزر او توفوكسين عشان يساعد من ناحية ال او توفوكس اللي يكون وايد سريع يروح ويرجع وتلقط الصورة اللي تبها الكاميرا الامامية راح تكون 13 ميجا بيكسل معها او توفوكس فيتشير عشان تعطيك تصوير افضل من ناحية السيلفيز شارب نوعا ما عندك إنته ساتشريشا من ناحية الألوان مو أقوى كاميرا تسيلفي بس أداها جدا ممتاز مقاونة بالأورادي موجود بالسوق الإضافيات الثانية الموجودة على التلفون أكيد عندنا IP68 سرتيفيكيشن مقاونة المايلو الغبار وهذا مو يديد على سوني أصلا هي من الأوائل الشركات اللي كانت تضيف لك شيء على التلفونات عندك فتحة ثلاثة ونص ميلي من فوق ما أصدق إن هذا الشيء قمنا نذكره إنه من الإضافيات الموجودة على التلفون غير اليو اس بي تايب سي 3.1 موجودة عندك إنته من تحت سرعة البيانات والسحن السريع أكيد وعندنا بوم ساون سبيكرز أورادي اللي تكلمنا عنهم يعطونك صوت نقي بس خلنشغلكم شغلة حين تقدرون تسمعونها هذا على شيء فمثل ما قلت لكم الصوت نقي أكثر منه أهوة عالي وعندك إنته سمعتين في الويفا لما تي تسمع تحس إن جودة الصوت رح تكون أعلى من هو فعليا عليه وأخيرا وليس آخرا تكلم أكيد عن جودة التصنيع شركات سوني سنة عن سنة قاعدت تتقن جودة التصنيع مالتها باللغة التصميم مالتها إليها مراضية تغيرها وما يخالف أنا تقبلتها الشيء العام لما قلتني شركة سوني ما تريد تغير تصميم التلفون شيء راجع لها كيف لا تغير تصميم التلفون بس ما أخذ الشغلات بعين الاعتبار لأن مثلا ما عندك إنته طمرة من ناحية الكاميرا فالتلفون لما تيتحطه إنته على السطح راح تلاحظ إنه هو ما يتهزز لايمين ولا يسار ثابت بشكل ملحوظ الشغلة الثانية عندك إنته تزان ملحوظ لما تيتمسك التلفون من ناحية الأيغوناميكس قلت لكم هذا خمسة ونصب بوصة واحد من أكبر تلفونات الموجودة بالسوق بس نوعا ما تحس إنه هو ملموم ما في عندك إنته غلط من ناحية توزيع الوزن الموجود على التلفون لأنه قولي كم تلفون حاليا موجود بالسوق تقدر تسوي فيها الحركة وبعدها من شغلاتي الثانية اللي أنا ويد أحبها بشركة سوني ولا شركة ثانية اللي إحن سويت لك إياها إنه اللي إحن تخلي لك البصمة موجودة من على جنب وهذا ما حطولك لا بصمة من الخلف ولا حطولك بصمة من الأمام وهذا المفروض يساعد شركة سوني إنه هي تقدر تزغر الحواف مات التلفون وتخلي لك البصمة اللي إحن تكون موجودة من على جنب فكأكل تجربتي مع سوني إكسبيرا إكزي بريمي كنت مثل ما توقع تلفون جدا ممتاز أعطاني أداء سلس من المنافسين الموجودين على الساحة على آخر معالج من شركة كوالكام على أربع جيكبات ذاكرة عشوائية على نظام تشغيلي كاستوم سكين مالا ويد خفيف أداء تلفون سلس كاميرا جبارة مقاومة الماء للغبار شاشة ممتازة والوحيد اللي بسوق حاليا رح يكون 4K و HDR ردي بنفس الوقت لم تنته تبت تعرض عليه محتوى يكون جودته ويد أعلى فهذه الأمور كلها لما تنتأخذها بعين الاعتبار رح تلاحظ أن التلفون الباكيج ماله ممكن أنه ينافس أكيد رح ينافس سعر التلفون رح يكون حدود 2008 متريال سعودي 225 دينار كويتي يعني تحت 750 دولار أمريكي تقريبا فسعر التلفون بين التلفونات ورادة موجودة بالسوق وأرخص من كذا تلفون بآخر معالج بأداء سلس وكاميرا ممتازة اللي أتمنى أن نرى التلفون الآن من شركة سوني حواف أقل حواف وايد أقل خلي ستيريو سبيكرز مقاونتهم على الغبار والباصمونتكم موجودة على جنب أموركم موايد سليمة من هالنائية فس بس سمحونا على طالق سور سلامتكم متعيشون أحمد بعريكي فيما الله الكريم